مرحبا بكم أيها الصحب والأحبة الحقيقة في قسم إدارة الأعمال كنا ندرس مواضيع تتعلق بسيكولوجيا الفرد وخصوصا في مادة التسويق وأيضا مادة السلوك التنظيمي كثير نتعامل مع فهم الفرد بوصفه مستهلك ونظريات متعددة منها نظريات التعلم نظريات حاجات الفرد وأيضا نظريات الدافعية والتحفيز في نظريات فهم حاجات الفرد أهم نظرية تمثل مرجعا أو أساسا لباقي النظريات التي بني عليها نظرية سلم الحاجات للعالم الأمريكي إبراهام ماسلو الذي صنف حاجات الفرد إلى خمس مستويات سميت بهرام ماسلو تبدأ هذه الحاجات من قاعدة الهرام المتمثلة بأهم الحاجات لدى الإنسان وهي حاجة للأكل والشرب والسكن وسميت هذه الحاجات الحاجات الأساسية الحاجات العضوية الفيسيولوجية التي تتعلق بإبقاءها على الحياة ثم المستوى الثاني من الحاجات لما الإنسان يأكل ويشرب ويشبع وينام يحتاج إلى أن يشعر بالأمان حاجة إلى الأمن والدفاع يشعر لنا أنه في مجتمع آمن في بيئة آمنة في دولة آمنة توفر له الحماية ثم الحاجة إلى الحب والانتماء الحاجة إلى التقدير وبالتالي آخر حاجة إلى إثبات الذات طبعا هذه النظريات التي تشتغل بفهم الفرد ستبقى صالحة مع بقاء الفرد لكن الحقيقة العولمة فرضت أنساقا جديدا للحياة بل فرضت حياة أخرى موازية للحياة التي يعيشها الفرد هذه الحياة هي الحياة السبرانية الحياة الموجودة على الأنترنت على السايبر هذه الحياة أيضا لديها محركاتها لديها احتياجاتها لديها دوافعها ولديها أنساقها وما إلى ذلك خصوصا أن النظريات الحديثة تتحدث عن أن العولمة جاءت بمفاهيم حديثة ضربت عرض الحائط المفاهيم التقليدية مثلا نظرية قتل الزمان للفراغ أو للفضاء بمعنى أنه لم يعد هناك شيء اسمه حدود بمعنى أن العولمة قتلت الجغرافية لم تعد هناك جغرافية وحدود حقيقية كل شيء متحرك بين دول العالم عن طريق الأنترنت حوالات نقدية أموال أفكار مشاريع اجتماعات احتفاليات ميديا وما إلى ذلك هذا ماذا فرض على الدول فرض على الدول أن تنتبه إلى هذا التغيير وبالتالي تسعى إلى تأثيثه إلى الاستثمار بي وإلى محاولات جدية لحماية الفرد أو تلبية حاجات الفرد بالحياة الافتراضية طبعا أنا هذا مثال شوقها على الشعب العراقي على الدولة العراقية نمط تفكيرها طريقتها التعاملها بالحياة وكيف تحمي مواطنين ليش لأنه أموال المواطنين بالبنوك معاملاتهم أوراقهم معلوماتهم الشخصية بياناتهم حالاتهم الطبية وما إلى ذلك والعالم المتقدم دول العالم المتقدمة في أمريكا وفي أوروبا وكندا الشركات الكبيرة مثل فيسبوك وأمازون وشركات أخرى لما تعرضت البيانات مالتها إلى اختراق من قبل الهاكرز اضطروا يدفعون ملايين الدولارات إلى التعويض إلى المواطنين التي تعرضت بياناتهم للاختراق موضوع الحاجة الثانية اللي هي الحاجة إلى الأمن السبراني حاجة ملحة جدا إسرائيل دولة جارة للدولة العربية تمتلك 20% من استثمارات العالم إذا تقيسها قياسا بعدد نفوسها راح تلقى أنه إسرائيل عندها استثمارات تفوق إمكانياتها البشرية والمادية والجغرافية بمقدار 200 مرة هذا الشيء حفز الإمارات لأن تطلق مبادرتها لاستقطاب 100 ألف مبرمج وهذا رقم خطير ومخيف لأن الإمارات إدارة ذكية واعية متقدمة تستشرف المستقبل بعد أن أثثت الحياة الطبيعية لمواطنها ولمقيمينها الآن تستثمر بالفضاء وتستثمر بالمستقبل وبالحياة الفيرتور الحياة الافتراضية إحنا العراقيين من هذا الموضوع العراقيين لا مستثمرين بالبنى التحتية إذا سلّم حاجات علي خلف للحياة الافتراضية اللي هو البنية التحتية للأنترنت أو للحكومة الألكترونية اللي هو السيرفرات الكلاود الأنظمة الأنظمة الألكترونية وما إلى ذلك ثم الحاجة الثانية اللي هي الأمن السبراني أنا كمواطن عراقي أحتاج لما أخلي معلوماتي أو الدولة تخلي معلوماتي على الأنترنت أنا أكون آمن ما حد يقدر يخترقها مو يجي هاكر صغيرون بسيط يهكر الدولة العراقية كلها وشفتوا أنتم وزارات والحكومة كلها تهكرت وراحت بياناتها المهم يعني باللي تعرفون مو بس العراق إيران أكثر تطور ودولة قوية ومركزية تعرضت إلى اختراقات كثيرة كلفتها أضرار في منشآت طاقة حيوية ومنشآت نووية هذا الشيء من قريب حصل لذلك الأمن السبرالي الاهتمام بهذه الحاجة موضوع مهم جدا يمس واقع الإنسان العراقي عزيزي الشاب بالعراقي أنا أتحدث للشاب بالعراقي وخصوصا طلاب الجامعات وأيضا الناس اللي هما أحرار في تفكيرهم وفي قلوبهم وعدهم وعي بغض النظر عن مستوات تعليمي وقد يقرأ كتب القائد الحقيقي هو القائد الذي يطورك أنت شخصيا والذي يرتقي بك وبطريقة تفكيرك يحقق أحلامك والذي يفجر قواك الكامنة ويأخذك إلى مساحات متقدمة من الرقي من الإنجاز القائد ليس الذي تراه على الشارع عنده رتل وجكسارات ومعرف أيش لذلك عليك أن تعرف مع من تتعامل وإلى ماذا تصب أخواني الأعزاء الحياة لم تعد سهلة الدول قطعت أشواطا وتطورت كثيرا في مجال الأمن السيبراني في مجال الحكومات الألكترونية العراق ما زال متأخرا القيادات الحالية قيادات يعني أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها قعدات جهلة وسوقة ودهمة يجب أن لا تقود البلد ولا أن تبقى بالبلد بالمشهد السياسي ولا الإداري ولا التنفيذي ولا التشريعي لذلك أنا أقول أن علينا أن نفكر مليا لا تنتظر من أحد أن يغير بل نحن الشعب نصنع التغيير أنا أناشد كل الشباب المعرفي المبرمجين الناس لديهم أفكار براقة وأفكار متقدمة وريادية لأن نتعاون ونشكل حاضنة لملتقى الرواد رواد الأعمال ملتقى المبرمجين ملتقى الموهوبين حتى نشكل لبنة أساسية للنهوض بالعراق من جديد ومن ثم قيادة التفكير الإبداعي بالعراق برؤى جديدة تتمهى مع الحياة الحالية ومع المستقبل أخكم علي خلف من كردة مرحبا يا جمعة الخير في عدد من المواد التي ندرسها في قسم الإدارة نتطرق إلى الأمور السيكولوجية التي تخص الإنسان بصفته كمستهلك ندرس في نظريات السلوك التنظيمي حاجات الفرد دوافعة نظريات التعلم لدى الفرد أيضا في علم التسويق ندرس ذات الأشياء ترجمة نانسي قنقر